بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني وجايلنا أسئلة كثيرة بخصوص التشكيك والإلحاد والمواضيع اللي اتفتحت الأسابيع اللي فاتت والحلقات دي عاوزين نخليها على الأسئلة الخاصة باستحالة تحريف الكتاب طبعا السؤال مش بيجي يقول استحالة السؤال عادة بيجي بيقول هل مش ممكن الكتاب المقدس يكون اتحرف عبر ألفين سنة أو أكتر لو هنتكلم من أول العهد القديم وهل فكرة نسخ الكتاب مع العنصر البشري مش ممكن ده يخلي في جملة تنقص وجملة تزيد ويبقى في إضافات وحزف وحاجات زي كده ده سؤال مكرر وطبعا أحيانا اللي بيسألوه بيبقوا مغرضين لأنهم قصدين أنهم ما يشككوا في الكتاب وبالتالي ما يبقاش الكتاب المقدس مرجع للمسيحية ويبقى أفكارنا المسيحية لا أساس لها برضو الأول عاوز أقول لكم حقيقة كده أرثودوكسية يعني مستقيمة قبل ما ندخل في الدفاع عن الإنجيل بداية الحقيقة موجودة قبل ما الإنجيل يتكتب يعني مش الإنجيل عمل الحقيقة الإنجيل سجل الحقيقة لكن الحقيقة حقيقة الله الله موجود قبل أن يكون هناك كتب وغرض الله من خلق الإنسان موجود قبل ما يكون في كتب وتجسد المسيح له المجد مذكور في العهد الأديم لكن قبل أن يكون العهد الجديد المسيح تجسد ومتع الصليب وآم إذن الحقيقة موجودة ومعلنة والحقيقة معلنة على مستويات معلنة أولاً زي ما قلنا في حلقات قبل كده من خلال الطبيعة الله يكشف عن الحقيقة في الطبيعة أن في إله في خالق في محب للبشر الله يميل للخير والحق والجمال والسلام من خلال الخالقة اللي خلقها يبقى الإنسان الفطري البدائي اللي ما عرفش يقرأ اللي ما استلامش شرائع ممكن يتعرف على الله من خلال الطبيعة الجميلة اللي بتحتضنه بتقدم له حب من خلال الحيوانات اللي بيشوف فيها علاقات مبنية على الحب من خلال علاقته هو بمراته وعياله إذن الطبيعة تعلمنا ده تعبير كتابي لكن قبل ما يكون الكتاب مكتوب كان هناك كتاب الطبيعة قلنا كمان أن الإعلان الإلهي مر بمراحل مرحلة الأنبياء بعد كده أن تكلم أناس الله القديسون مصوقين من الروح القدس وبالتالي الكتاب المقدس ما تكتبش في يوم ولا في شهر كتاب المقدس تكتب كمجموعة كتب موحة بيها من الله يعني موسى النبي 1500 سنة قبل المسيح ربنا بيخليه يكتب وأكتر من مرة يجيب سفر التسنين ربنا بيقول له اكتب يا موسى ويوصين محدش يزود ولا ينقص في الكلام إذن موسى كتب تكوين خروج لوين عدد تسنين جي يشوع كتب سفر يشوع وهكذا إذن الأصفار تزيد مع الأيام عن طريق الكتاب اللي هم الأنبياء المنقادين بروح الله ده كده يوصلنا لمشارف العهد الجديد العهد الجديد المسيح جه حسب النبوات إذن بما جيئه تم من النبوات وبل كل الأعمال اللي عملها إلى صليبه وقيامته وصعوده وروح القدس وكنيسة العهد الجديد كل ده ما كانش تكتب عهد جديد ابتدى العهد الجديد يكتب أو يسجل كخبرة لكنيسة الحية كناس عاشت مع المسيح وشفته ابتدى الروح القدس يشغل متى يكتب لليهود يشغل قديس مرقص يكتب للرومان يشغل القديس لواء يكتب لليونانيين يشغل في آخر القرن الأول قديس يحنى الحبيب يكتب حياة المسيح مرة أخرى مؤكدا لهوته ويحكي لنا ما لم نسمع عنه في إنجيل متى ومرقص ولواء وفي نفس المرحلة من سنة خمسين لسنة تمانين أو يعني في النص الثاني من القرن الأول قديس بولس كان بيكتب عن أخبار الكنيسة أو الرسائل قديس لواء سجل سفر الأعمال كمقدمة عن كنيسة العهد الجديد 30 سنة الأولى بعد صعود المسيح قديس بطرس كتب القديس يعقوب القديس يهوزة كل دول إن كانوا رسل أو أنبياء يجمعهم خط واحد هو الإعلان عن الحقيقة بقيادة الروح القدس بحسب إيماننا المسيحي الوحي هو عمل مشترك بين الله والإنسان الله يقود الكاتب مهما كانت ضعفاته عشان يسجل حقيقة سليمة خالية من الخطأ حتى لو هو كإنسان غير معصوم من الخطأ يعني شفنا مثلا قديس بطرس أنكر في يوم من الأيام ورجع قديس وكتب رسالة بطرس الرسالة معصومة من الخطأ القديس بطرس مش معصوم من الخطأ موسى النبي كتب الطورة موسى مش معصوم من الخطأ لكن الطورة معصومة من الخطأ ليه؟ روح الله هنا هو القائد هو اللي بيسجل عن طريق هذا الكاتب وبالتالي يعصم الحقيقة من الخطأ ندخل بقى على ليه بنقول إن الكتاب لا يمكن أن يحرف أول فكرة بديهية وإحنا طبعا اتفقنا في حلقات الموضوعات الخاصة بالألحاد والتشكيك عموما ان احنا البديهية والمنطق هي حجتنا الأساسية لأن لما بنقول الإنجيل بيقول والأباء قالوا يجوز كتير من المستمعين أو المتشككين يقولك احنا لا نؤمن بالأباء ولا نؤمن بالكتاب لكن خلونا نفكر بشكل بديه لو أنا عامل كتاب هبقى حريص إنه محدش يغير في الكتاب ده وعشان أنا اللي كاتبه وبالتالي عاوز لو حد لعب فيه أقفله تعرفين في حاجة اسمها حقوق النشر وفيه قضايا بتطرفع فظيعة لو واحد لعب في سطر من السطور أو خات جزء ونسبه لنفسه أو غير أي حاجة في المحتوى الأصلي اللي أصده الكاتب إذا كانت في عرف كتاب كتب بشارية أي كاتب يكتب كتاب بيبقى حاسس إن ده بتاعه ومسؤول عنه ويتصدى لأي حد يتلعب في الكتاب إذا كنا ننسب الكتاب المقدس لله حسب إيمان وطبع إحنا مش هنناقش المرة دي وجود الله لأن دي لها لقاءة أخرى وخدناها وهناخدها تاني لكن الله له كل المكت ألن يكون قادرا بالمنطق أن يحمي كتابه من التغيير أو التلاعب أو الحسف أو الإضافة إذا كان الإنسان نفسه يتصدر لعمله وإيه بيحامي عنه طبعا إحنا عندنا آية بتأكد المفهوم ده المسيح له المجد نفس يقول السماء والأرض تزولان لكن كلمة من كلامي لا تزول يبقى المسيح له المجد بيقف مدافع عن الكتاب المقدس أنه مش هيسيب حد يزيح أو كلمة من كلامه تزول أو حرف في آية تاني تقول الحرف نفسه يتغير أو يزول إذن ده منطقي وأيضا له شاهد في الكتاب يعني نفس الكتاب المقدس بيشهد لاستحالة تحريف وبالمنطق إذا كان الله موجود والله قادر وهذا الكتاب هو صنع الله يبقى بديهيا هذا الكتاب لابد له من استمرار وصعب جدا مستحيل أنه يسمح فيه بالتلاعب في الحقيقة المعلنة فيه تعالوا نمشي بقى مع العلم والمنطق زي ما أحبأنا المتشككين بياخدونا دايما في الاتجاه الكتاب المقدس هو أكبر كتاب أو أكتر كتاب في تاريخ البشرية له مخطوطات موثقة يعني إيه وهذا كتاب في الأصل قديم أي حاجة قديمة نبحث في المخطوطات في حاجة اسمها مثلا الإلياذة والأودسة شعر يوناني تلاقوا مثلا المخطوط الموجود في المتاحف للإلياذة والأودسة المخطوط نفسه يبعد عن زمن كتابة الأصل مئات السنين فده بيخلي إيه فيه احتمال إن يكون المئات السنين دي الفاصل ده يكون فيه حصل تلاعب بين أصل الكتابة وبين المخطوط اللي في قدينا وبعدين تلاقوا إيه مخطوطين ثلاثة ومع هذا العلماء ما تشككوش في الإلياذة والأودسة واعتبروا هو ده الأصل بصوا بقى للكتاب المقدس الموضوع مختلف ليه؟ كتاب المقدس مش فيه بقى نسختين ثلاثة فيه آلاف من المخطوطات الموجودة في المتاحف في العالم ولا تبعد إلا بضعة عشرات من السنين عن زمن أصل الكتاب يعني أشرحها بشكل واضح مثلا العهد الجديد اتكتب في القرن الأول تلاقي مخطوطات من القرن الثاني باللغة اليونانية فيها أجزاء من إنجيل يوحن وأجزاء من الرسال المخطوط ده مش لازم يكون الكتاب كله مجمع مخطوطات دي بتبقى طبعا حاجات ثمينة جدا لأن فات عليها 1800 سنة أقل أو أكتر إذن مجرد أننا لقي مخطوط لا يبعد عن زمن الكتابة إلا بضعة عشرات ده الوحده له قيمة علمية ضخمة جدا وبعدين قرنه بمخطوط آخر أكتشف في مكان تاني وألاقي نفس الكلام اللي هنا هو اللي هنا وبعدين أروح في بلد تاني ألاقي مخطوط مثلا بعدها بمئة سنة ألاقي نفس الكلام ده هو كلام ده أطلع مئتين سنة تاني ألاقي مئات من المخطوطات كلما نعلى بالزمن يعني نقول القرن التاني مخطوطاته شوية ليلة الثالث أكتر الرابع أكتر قوي الخامس وهكذا إذن في الخمس ست قرون الأولى في العهد الجديد في آلاف من المخطوطات اللي بتأكد سلامة العهد القديم والعهد الجديد لأن المخطوطات في مجموعها بترائب بعض يعني إيه تبص لده وتقارن ده بده فبتكتشف الله ده نفس الكلمات ونفس الأسلوب لكن ده المخطوط ده في زمن غير ده ده معنى أن الأصل واحد وأنه ما حصلش أي تحريف في الفرق المخطوط ده عن المخطوط ده حتى لو الفرق 100 سنة أو 200 سنة يبقى واضح أن الكتاب بيزبت نفسه عن طريق آلاف من المخطوطات اللي تتناقل هالأجيال بحرص شديد لغاية ما تبقى موجودة في إيدينا لغاية النهاردة طبعا جزء كبير منها كان من أديورة مصر على فكر لأن أديورتنا كانت مخازن للمخطوطات في وقت وياما اتنهبت بعض المخطوطات دي وراحت مخطوطات من أديورة مصر فيها حاجات ثمينة جدا ترجع للقرن الثالث حجة أخرى واحد يقول طب دعي على العهد الجديد طب والعهد الأديم لا والعهد الأديم كمان له مخطوطات كتير قوي أقرب هالقرن الماضي اكتشفت حاجة اسمها مخطوطات وادي قمران نحية الأردن كده عند البحر الميت دي عبارة عن أزيار ضخمة اكتشفوها جواها مخطوطات محفوظة بطريقة معينة مقفولة عليها فاحتفظت بنفسها زيادة عن ألفين سنة بعض هذه المخطوطات يسبق زمن المسيح يبقى هي تاريخيا قبل الميلاد فيها أجزاء شبه كاملة من أصفار كاملة من العهد الأديم بنفس النص ونفس الحرف اللي موجود عندنا حاليا لغاية دلوقتي إذن ده العهد الأديم كمان له مخطوطاته بالإضافة إلى أن العهد الجديد بيستشهد مئات المرات بمواقف وآيات من العهد الأديم ولما العهد الجديد يقول يونان أو يقول نوح أو يقول آدم إذن ما كتب في العهد الأديم ممتد في العهد الجديد ممتد في فكرة كنيسة لغاية النهارة يبقى هنا تلاحظوا الاستمرارية دي دي حجة علمية أنه نفس العهد الجديد بيثبت العهد القديم يجي موضوع تاني مهم أو يضيف حجة أخرى إذا كنا بنقول أن الكتاب المقدس حصل فيه تلاعب أو الناس بتدعين الآيات محرفة أو الأفكار دخيلة طيب بيجي سؤال مين اللي حرف وليه بيحرف لأنه أي جريمة أو أي حالة الواحد لازم يدرس جوانبها فلما تقول لي حصل كذا فأقول لك طب إيه داعي أساسا قول لي السبب الأول المقنع اللي يخلي واحد يحرف وبالتالي قول لي مين ده وبعدين قول لي أسباب فيقول لك طب اليهود حرف خلينا بالمنطق نفكر اليهود حيحرفه في العهد الأديم نمسك العهد الأديم لو أنا يهودي ماسك العهد الأديم بكتشف أن داود النبي اللي أنا بفتخر به الكتاب مقدس بيقول أنه وقع في الزنة طب ما نشيل دي بالأولى بيقول لي أن موسى اللي أنا ماشي وراء رئيس الأنبياء بتاعي قتل في يوم من الأيام أتيل طب ما نشيل القصة دي بيقول لي أنه في سفر النشيد في كلام غزل وكلام عاطفي ممكن يفهم خطأ طب ما نشيله لو أنا عندي فرصة أن أنا أحرف وأنا يهودي عاوز أتجمل طب ما أنا هلعب في اتجاه محدد الأكتر من كده الناس اللي ما ذكرتش العهد الأديم بتفتكر أن العهد الأديم بيجامل اليهود وبيقول اليهود أحسن ناس وشعب الله المختار وهم دول الناس بتعربنا ففي ناس واخد موقف من العهد الأديم دول ما أروش العهد الأديم كتاب كتب العهد الأديم بتثبت على اليهود بشاعتهم وسوق أخلاقهم كتاب العهد الأديم اللي هو أساسا كتاب اليهود اللي تجاوزا هنقول أن فيه ناس بتقولي اليهود لعبوا فيه ده اليهود هيحصل فيكم وربنا غضبان عليكم ده الحمار بيفهم عنكم والطور بيفهم عنكم ده كلام في العهد الأديم طب ما أنا لو يهودي وهحرف إيه اللي يخليه نسيب الكلام ده في الكتاب بتاعي لو قلنا بقى أن اليهود حبوا يحرفوا في موضوع العهد الجديد طب إذا كان اليهود ما أمنوش بالمسيح أساسا بسبب إعلانه عن نفسه كإله وبسبب موته وإيامته طب هو اليهودي لو هيحرف في العهد الجديد وهو رافض المسيحية طب ليه ما لغاش الصليب والإيامة وما لغاش كل الآيات والمواقف اللي بتثبت لهوت المسيح لو هو اللي هيحرفه نقوله لا لا خلاص مش اليهود دول الرومان الرومان هيحرفه طيب الرومان لو هيحرفه ليه بيثبتوا على نفسهم ضعف بيلاتو صلبونتي وليه بيثبتوا في العهد الجديد المؤامرات اللي بيعملوها وليه في سفر الأعمال طلع فضايح كتير للرومان وإيه غرض الرومان أنهم يحرفوا الكتاب إذا كانوا الرومان أساسا كانوا بيموته المسيحين ماذا يعني لهم الكتاب الرومان كانوا بيحرقوا الأنجيل وبيموته المسيحين ليه بقى ينشغلوا أنه يمسكوا الأنجيل يقعدوا يحرفوا فيه ده التحريب ده وسيلة الشخص الضعيف اللي ما عندوش وسيلة أخر إنما الرومان قعدوا زيادة عن 200 سنة طايحين في المسيحيين وعشر أباطرة مورهم الشغلة غير يموته مسيحيين موته ماري جرجس وابوسفين وكل ده في زمن الرومان إيه قيمة أنه يحرف في الكتاب ما هو أساساً الكتاب ده بيحرقوا لو لقاه وهو بيتريع على المحتويات بتاعته فكان لا يعنيهم فكرة التحريف نقول لا فيه ناس بعد كده حرفوا أو المسيحيين نفسهم هم اللي حرفوا طيب المسيحيين لما يحرفوا في الإنجيل ليه ما يشيلوش الحتة اللي مش الناس مش قبلها لهم المسيحيين دول عاوزين يبشروا بالمسيح طب ليه يظهروا الحتة اللي ممكن تلخبط الناس ما احنا نطلع المسيح بتاعنا بطل عظيم جدا ما بيضعفش ما بيبكيش ما بيجوعش ما بيضربش ده القديس بولس قال نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عصرة ولليونانين جهالا يعني كلما نكلمهم عن مسيحنا المصلوب تحقوا علينا طب ما احنا لو هنقلف وهنغير طب ما احنا نقدم حاجة بقى زي آلهة اليونان كده اللي تعجب الناس وتبهرهم وخلاص أو نقدم مسيح أرض يعجب اليهود يمشوا وراه إذن الحقيقة المعلنة في الكتاب كانت دايما صادمة للناس فاستمرارها يؤكد سلامته لأنها مش على هوى الناس وبالتالي كنها مستمرة ده معناها أن هي حقيقة ثابتة معلنة حتى لو كل الناس مش عجبها الكلام هي مستمرة برضو حجة أخرى نقوله الكتاب المقدس من بداية القرن نهاية القرن التاني بدأ العهد الجديد بدأ يترجم إلى لغات العالم لأنه اذهبوا وكرزوا للخليقة كلها فهو تكتب العهد الجديد يوناني ظهر الترجمة لاتيني اسمها البولجاتا ترجمة قبطي ترجمة سورياني أصبحت الترجمات دي هي نفسها بترأيب بعض برضو أشرح لكم الفكر إفرد ده كتاب باللغة العربية والترجم بإنجليزي وأنا حبيت أغير في الكتاب ده جمعت كل النسخ عشان أشيل منها حتة ما أنا عشان أغير سطر ما ينفعش أغير في نسخ إيه قيمتها ما في عشرات ومئات النسخ بتقول الأصل بلازم أجمع كل النسخ تجاوزا هنمشي في الفكرة ونقول جمعنا كل النسخ العربي وشلنا السطر اللي عاوزين نغيره طب ده فيه نسخ إنجليزي أصبحت بترأيب ليه لو أنا شلت النسخة أو شلت الحتة اللي عاوز أشلها طب ما هو الترجمة هتعطلني دلوقت لأنه فلتت من إيدي الحكاية ولو بقى مش بس إنجليزي فيه فرنساوي فيه لاتيني يبقى أنا كده خلاص لا يمكن هتلاعب في الأصل لأنه فيه مئة حجة أخرى هتقفلي كتاب المقدس ترجم إلى عشرات اللغات بداية من القرن الثالث وأصبح فيه مخطوطات للكتاب المقدس بلغات أخرى فيه مئات من المتاحف والأديور فأصبح إيه بنجيب نسخة سورياني على لاتيني على إبطي على عبري على يوناني ونبصل ده كله نلاقي نفس المعنى نلاقي نفس الآية يبقى واضح أنه كل ده بيشهد أنه ما حصلش تلاعب وإلا يبقى إحنا بنتحك على روحنا إذن فكرة انتشار الإنجيل في العالم كله مع انتشار النسخ مخطوطات عبر كذا جيل وكلها ماشية في نفس السياق ترجمات مختلفة وكلها بتوصل لنفس النتيجة يجي واحد مش دارس علمية يقولك بس المخطوط ده نقصه حتى ده طبيعي جدا في علم المخطوطات أنه في حتة من المخطوط تبقى دابت تبقى وقع عليها مادة مثلا سياحة الكلام بس ده لا يلغي قيمة المخطوط نفسه ده المخطوط ده ممكن يبقى صفحتين ويعتبره قيمة أسارية ضخمة جدا لأنه يرجع إلى زيادة عن ألف سنة بلكم المخطوطات بقى اللي فيها كتب كاملة من العهد القديم أو العهد الجديد نفس الكلام ده نطبق على العهد القديم بشكل آخر بس مش بنفس يعني ايه كثرة الترجمات ليه اليهود كان الكتاب خاص به إلى ما قبل المسيح بزيادة عن 200 سنة جيبت ليموس ده وقال لا أنا عاوز كتاب اليهود ده المهم ده يترجم لليوناني اليهود بيتكلموا الأرامي أو العبري فجابوا السبعين شيخ وعملوا الترجمة اليوناني اللي بنسميها الترجمة السبعينية ونقصد بيها ترجمة العهد القديم السبعينية دي ماتنسى ن defendantها بالعهد الجديد عهد الجديد كده كده تكتب يوناني ترجمة السبعينية اشتركوا سبعين شيخ يعرفوا يوناني وعرفوا عبري وبيراجعوا على بعض وكانوا مضاققين جدا في الترجمة لأنه هما نفسهم يهود في الأصل فبالنسبة لهم الحرف ده يعني على رقابته ويمكن بعضكم عارف المؤمنين اللي فيكم سامعين بالقصة بتاعت أنه سامعان الشيخ لما جاء عند ترجمة أشعية سبعة هالعزراء تحبل وتالد حاب يكتب كلمة العزراء بما يعني بنت صغيرة ممكن تبقى اتجاوزت أو ما اتجاوزتش لكن هي كلمة عزراء تعني أنها ما اتجاوزتش وحبلت وما اتجاوزتش وما فيش حاجة وحشة طبعا فكان عنده كذا اختيار في اليوناني اختار الكلمة اللي هي ايه فطفاضة شوية تحتمل فكرة أنها يعني ممكن تكون اتجاوزت قالوا الملك قالوا لا تتكتب عزراء حتى لو اليونانيين بصوا لها كده وتعجبوا يعني ايه واحد عزراء هتحبل قالوا هتشوف بعنيك هذه العزراء وطالت الأيام ودارت وسمعان الشيخ شاف العدرة وشال المسيح على قديه لأنه كان وعد أنه الآية اللي ترجمها بدقة دي هيشوفها متحققة في زمن ميلاد المسيح إذن الترجمات بتلعب دور كبير ترجمة طبعا اليونانية أصبحت هي الأعام والأكثر انتشارا قبل زمن المسيح فأصبح العبري واليوناني مرأبين بعض ده من قبل المسيح له المكتب كمان اللي يدرس داخل محتوى الكتاب يلاحظ حاجة مهم بهم أنه ما فيش تعارض في كل كتب الكتاب المقدس في المضمون والحقيق يعني إيه؟ وهنا طبعا لنا حلقات أخرى مع التناقضات الظهيرة أنه واحد يقول لك أهي دي عكس دي عكسها إزاي بس اقرأ النص كويس وفهم هتلاقي أنه متكملين مش متعرضين بمثل مثلا تلاحظ أنه من أول سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماء والأرض يبقى فيه إله وفيه خلق ما فيش كتول الكتاب الثلاثة وسبعين سفر عهد قديم وعهد جديد ما فيش سفر أو كتاب بيلغي وجود الله أو بيلغي عقيدة الخلق مع أنه دول كتاب كتار أربعين كاتب مثلا وحوالي ألف وستمائة سنة بيكتبوا فيها يعني حتى مش عايشين مع بعض بيتفقوا لكن لأن الروح القدس هو اللي بيكتب من خلالهم هناك حقيقة ثابتة معلنة ممتدة مستمرة وبالتالي ما فيش أي خطأ فيه الله هو الثالوس المعلن في الكتاب الله الآب والابن والروح القدس ما جاتش مرة فيه إنكار لحقيقة وجود الروح القدس العهد قديم والعهد جديد إذن فكرة الله الكلمة موجودة عهد قديم وعهد جديد عقيدة الأبدية معلنة عهد قديم وعهد جديد طبيعة الإنسان كسرطة الله ومثاله موجودة عهد قديم وعهد جديد فكرة سقوط البشرية واحتياجها لمخلص موجودة عهد قديم وعهد جديد فكرة تعب البشرية والضيق اللي في العالم حقيقة معلنة فكرة احتياج الناس إلى قوة إلى مجد الله لأنهم عاجزين عن الخلاص كل ده معلن في القديم والجديد بنفس الدرجة وما فيش سفر هنا بيقول حاجة عكس التاني فكرة صفات الله فيش أي تعارض في الثلاثة وسبعين كتاب في صفات الله بمعنى إيه محدش مثلا في الأصفار الكتابية قال إن ربنا مثلا بيحب الشر لنفيش حاجة اسمها كده ولا قال إن ربنا ما يهموش البني أدمين لا الكتاب كله بيعلن حقائق واحدة وبالتالي نفس الكتاب المقدس تلاتة وسبعين سفر هم نفسهم الكتب على بعضها بترائب بعضها في إما إنها ماشي في اتجاه واحد منسجم جدا وده يأكد إنه ما تلعبش فيها وإما فيه تعارض يبقى هنا في إيه فيه آراء مختلفة وفيه اكتهادات وفيه فكر ملخبط ونطلع لفوق وننزل لتاح كلام ده مش موجود خالص في الكتاب المقدس مرة جاية نكلمكم تاني عن بعض الشواهد والحجج في قضية تحريف الكتاب وندخل إلى بعض الأمثلة للأسئلة اللي بتيجي نقد للكتاب المقدس وإلى لقاءة أخرى من سؤال محيرني لإلهنا كل مقد وكرامة إلى الأبد أمين